اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من المؤمنين وعارفي الحق لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيئا إذا أخذ مع الشكر لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة في الأعداد اللي اتقارت علينا من عدد ثلاثة يستكمل الرسول بوريس الكلام اللي بدأوا في الأعداد القبل كده كان سبق وتكلم عن أن في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواح مضلة وتعليم شياطين وفي الأعداد من ثلاثة يبدأ يقدم نوعين من التعليم الغلط اللي بعلموهم الجماعة المضلين دول التعليم الأول يخص بالزواج والتعليم الثاني يخص بالأطعمة والملفط للنظر أن في المرتين يستخدم الكتاب كلمة مانعين يعني هما شطار قوي في المنع المنع عن الزواج والمنع عن الأطعمة أما عن المنع عن الزواج فهم يعتبروا أن البتولية أو عدم الزواج حالة أقدس من الشخص المتزوج وأعتقد أن هذا فكر خاطئ بحسب كلمة الله بل إهانة شخصية لله اللي رتب أمر الزواج لأن الكتاب يقول لنا مثلا في عبرانيين 13 ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير النجس لا ننكر أن في بعض العينات النادرة القليلة إلا الرب ادها موهبة عدم الزواج زي الرسول بوليس كاتب هذه الرسالة كان الرب يريد أن يستخدمه استخدام خاص فأعطيه هذه الموهبة موهبة عدم الزواج لكن الطابع العام أنه ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معين النظيرة بل الفكر الأول المنع عن الزواج والفكر الثاني اللي يجي بعد كده المنع عن أطعمة سبق الله أن جعلها لتتناول بالشغل في هذا السياق عينه لما بيكلم عن الأرامل هل يتزوجنا أو لا يتزوجنا فبيقول كده في آخر كورينتوس الأولى سبعة إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزون بمن تريد في الرب فقط ولكنها أكثر غبطة إن لبست هكذا واحد علق قال لا يقول أكثر قداسة إن لبست هكذا فالزواج ليس ضد القداسة إطلاقاً هذا فكر غنوسي شرير تصرب إلى المسيحية مبكراً لكن أصله فكر غنوسي أن المادة شر وبالتالي أن الزواج شر وبالتالي أن الأطعمة شر ولأن الزواج يمكن منعه فمنعه ولأن الأطعمة لا يمكن منعها فمنعه أنواع معينة منها وحلاله الباقي وهذا كله ضد كلمة الله الصريحة الواضحة بل ضد الله الخالق الذي خلق الأطعمة لتتناول بالشكر ورتب الزواج في الخليقة فهو جزء من صناعة الله في الخليقة والحقيقة ممكن تأثرنا إحنا كمثيحيين بأفكار شريرة فالفكر في المقام الأول مش أنه في حد داخل دائرة الأعتراف المسيحي عمل كده أو ربما من دائرة الأعتراف المسيحي وارتدوا تماماً عن الإيمان وهم تقول للفئة اللي بولث بيتكلم عنهم أن تقول الناس ارتدت عن الإيمان وتبعت أرواح مطلة وتعاليم شياطين وفي اتباع الأرواح المطلة وأنا هنا على حد فهمي هو بيقصد اللي بيحاول أنه يكون وثيط روحاني مع أرواح شريرة ولا يمكن يكون وثيط روحاني يتصل بأرواح شريرة إلا إذا كان غير متذوج ويمتنع تماماً عن أكل اللحوم علشان يقدر يكون بهذا الشكل إحنا بشكل أو بآخر بنتأثر بالمجتمعات المحيطة لكن الحقيقة برضو لافت نظري أنه كتير من شبابنا وشباب قارئ ومطلع وبيحب يقرأ روايات وبيحب يقرأ أدب لكن لقيت عدد مش قليل من الروايات بتتكلم عن اتثال الأفراد بالأرواح الشريرة وأنا برضو بحب أني أقول مش أي حاجة تيجي بين إيدي ويكون عندي فضول أن أنا أعرف فأتمادى في معرفة هذا الأمر فهذا أمر في منتهى الخطورة أننا نتبع أرواح مدلة وتعليم الشياطين ويقول عن الأطعمة بقى وآمرين أن يمتنى عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعرفية الحق إيه الفكر أو المغزى من أنهم يمنعوا الأطعمة؟ يعني بيعتبروا أن هذا نوع من إزلال الجسد على اعتبار أن الجسد في حد ذاته شار لكن في الحقيقة من خلال كلمة الله نفهم أن ليس ما يدخل الفم جنجس الإنسان بل ما يخرج من الفم بل فيه فصول كثيرة في كلمة الله بتؤكد أن ربنا خلق كل حاجة جيدة وهبنا كل شيء بغنى للتمتع من تكوين واحد ربنا إدى أن الإنسان يكد البقول وثمر الأشجار من تكوين تسعة بعد الطفان ربنا جعل الحيوانات والطيور والأسماك طعاما للإنسان حتى في كورونس الأولى تسعة بيقول الكتاب أن كل ما زبح في الملحمة كله غير فحصي إذن فصول كثيرة من كلمة الله بتقول لنا أن خليقة الله جيدة يجب أن نتناولها بالشكر بيقول أطعامة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق وده بيفكرني بأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لأنه في البعض بيكتفي أنه هو حصل على نعمة الخلاص تحصل على الإيمان وينظر إلى الكتاب باعتبار وجهات نظر دولة بيقولوا كده ودولة بيقولوا كده وأنا مش لا معدول ولا معدول لكن حلو أنه المؤمنين يقول عنهم الكتاب عارف بيه الحق طيب السؤال أخي عادل إحنا بنقوله كل حاجة تتاكل بس في العهد القديم كان في حاجات تتاكل وحاجات تتاكلش فالعهد القديم كانت الحاجات دي رموز لحاجات روحية لأن القداسة أو النجاسة كانت قداسة تقصية لكن في ضوء العهد الجديد الرب بدينا نعمل نحن ناكل كل حاجة غير فاحصية يعني أعتقد الفصل المشهور في لوين 11 لأبعاد روحية جميلة فلما بيقول لنا عن الحيوانات التي تأكل والتي لا تأكل حط شرطين أنها تشق الظلف وأنها تكتر وهذا له مردود روحي علينا كمؤمنين في الوقت الحاضر إيه اللي يخلينا طاهرين مش نجسين عندما نكتر نأكل ونهضم ونتمتع بكلمة الله اللي هي الطعام الروحي ونشق الظلف يعني نسلك بالاحتراس بالنسبة للسمك برضو نفس الشيء لما يقول لنا أن السمك مفروض يبقى لي حراشف من برة وزعانف علشان لما يمشي في مية ملوثة يبقى في عازل ليه ويقدر يشق الطيار فيسير عكس الطيار فهذه تحتوي رموز ودروس روحية لنا كأولاد الله لكن هل أكل معين يعني يؤكل فلا يتدنس به الإنسان وأكل آخر عندما يؤكل يتدنس به الإنسان في الحقيقة الملاية اللي شافها الرسول بطرس في أعمال عشرة نقضت هذا الكلام فالله قال ما طهره الله لا تدنسه أنت وقبليها المسيح في متة خمستاشر قال ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم ما يخرج من القلب القلب نجس إذن في العادة الأديم كان مجرد دروس روحية زي ما بيقول لنا كده لا تكم ثورا دارسا قال عل الله تهمه الثيران أم يقول مطلقا من أجلنا إنه من أجلنا مكتوب لكن هنا بيتكلم عن ناس أقول بكل أسف كأنهم وضعوا أنفسهم فوق الخالق وأسمى قداسة منه إنت رتبت الأطعمة دي بس الأطعمة دي يا رب احنا مش هنأكلها لأنها تنجس ومش هنتجوز لأن الزواج يا رب اللي إنت رتبته هذا ينجس فكأنهم وضعوا أنفسهم في مستوى أكثر قداسة من الله ودي تعليم شياطين هتبقى تعليم إيه اللي أحط نفسي أنا أسمى من الله وأقدس من الله هتبقى إيه دي غير تعليم الشياطين وأعتقد كمان بالنسبة للعهد الأديم كان الله بيستعمل معاهم ما هو مرئي وما هو محسوس تبقى محدودية إدراكهم عن الله وقدسته أموره يعني على سبيل المثال لما بيقبل منهم زبيحة دموية الزبيحة الدموية لا تشكل شيئا بالنسبة له صحيح لا قيمة لها إلا في عمل الصليب اللي هو شايفه صحيح يعني بالنسبة له كالله ما عندوش ماضي وحضر مستقبل شايفه تمام فهو هيقول لهم ما سيأمنوا بالصليب ما عرفوهش لسه ما عرفوهش يعرفوا مقيس قدست الله لسه ما عرفوهش فعشان كده كان بيتعامل معاهم بالمحسوسات والملموسات زي ما احنا كنا بنعلم الأطفال الصغيرين بعد داد البلي إزاي يجمع خمسة وثلاثة يطلعوا تمانية مش دين رياضة مش دين ماثماتيكس لكن الفكرة أنه ببسطها له بطريقة بعد كده لما نقلوا العهد الجديد هو النقلة النوعية المحترمة جدا اللي بتقرب الإنسان لله فبيفهم مين هو الله لما أعلن الله عن ذاته في شخص يسوع المسيح اللي جي هنا على الأرض أصبح ممكن نحن نفهم ما هي قداسة الله نفهم كل الأمور ديته وبالتالي ما أصلحش في داعي لوسائل الإضاحة اللي كان بيستعملها الله لا في داعي للزبيحة الدموية ولا في داعي لموضوع الأطعمة والحاجات اللي شابه كده هو خلينا يعني نقود في عجالة أو خلاصة أن هناك خطأ رهيبين تصرب إلى المسيحية مبكرا الخطأ الأول منع عن الزواج هذا خطأ وعلينا أن نسمي باسمه هنا قال أكتر من أنه خطأ قال إن هذا تعاليم شياطين حاجة تانية إن في أطعمة تأكل وأطعمة لا تأكل وهذا أيضا ضد الله الخالق ضد كلمة الله الذي أعطانا هذه الأشياء مقدسة لنا بكلمة الله اللي بيقول لنا كلوها وأيضا بالصلاة اللي أنا بخدها وبقول لربنا كتر خيرك على عطيات اللي انت دتها إذن في العهد الجديد ما فيش أطعمة طهيرة وأطعمة نجثة لكن بنتعلم أن الطعام يقدس بكلمة الله والثلاث وعلشان كده في كتير من المؤمنين قبل تناول الأطعمة بيشكروا رب ويثلوا الأحلى كمان لو قرينا فقرة أو جذء من كلمة الله ودي تبقى عادة جميلة جدا إنه العيلة كلها مجتمع حوالين مائدة الطعام يقروا فقرة من كلمة الله ويشكروا ويقروا أعتقد المسيح نفسه كان كده قبل أي طعام كان بيشكر معت المزاي عمواس شكر وعرفها عند كسر الخبز مش بس المسيح له المجد لكن بولس وهو في سفينة كل الركاب فيها وثنيين قبل ما يأكل ويقدم للركاب السفينة أنهم يأكلهم رفعينه شكر ربنا وهذه عادة حسنة إن احنا نعملها مش بس في بيوتنا لكن حتى لو أنا في مطعم أنا بشكر ربنا هذا شيء رائع إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته متحقة كل قبول بيقوله إن فكرت الإخوة بهذا من هنا نعرف أن الإخوة عارفين الكلام ده لكن محتاجين اللي يفكرهم ومحتاجين التذكرة دايما حتى بوتروس كان بيقول لأنه أنا عارف أنكم عارفين لكن دايما بنحب نفكر بعضنا بكلمة الله لو فكرت الإخوة بكلمة الله واللي بيقوله الكتاب بتكون خادم صالح ليسوع المسيح وهنا هو بيفكر الإخوة لكن خدمته في المقام الأول مش للإخوة لكن خدمته في المقام الأول لرب الخدمة رب يسوع بيقوله أنا عملت كده بتكون خادم صالح متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته والحقيقة إحنا ضي ماء الأطعامة مهمة لتربية أكتادنا وامددها بالمواد الغذائية اللازمة فأرواحنا محتاجين أن احنا نمدها بالغذاء من خلال التعليم ومن خلال الكلمة ومن خلال الحق بيحذروا كمان من أمر آخر الخرافات الدنثة العجائذية وإن كان في تعليم شياطين ففي برضو أمور ما هي إلا خرافة أرى ثلاثية في عدد ستة وسبعة وتمانية في عدد ستة التغذية الجيدة إذا حبتها لخصها عدد سبعة التغذية الملوثة زي اللي بيشتري أطعامة من الباع الجائلين وأحيانا كتيرا بدل ما تبنيه الأكل دي يبنيه بكل أسف أحيانا بيسممه وأحيانا كتيرا بنقرأ كلام زي كده عدد ثمانية نقرأ عن الرياضة والإنسان محتاج تغذية جيدة يبتعد عن التغذية الفاسدة الملوثة وأيضا أن يمارس رياضة الجسم السليم محتاج للتلاتة دول والرياضة هنا بيقول روض نفسك للتقوى الرياضة الجسدية نافعة لقليل أما التقوى فنافعة لكل شيء الكلمة بتاع تفكر إن فكرتها الإخوة في الأصل بتاعها وفي ترجمة التفسيرية انبسط بصر بصط بصط بالتبسيط أعتقد ده دور مهم جدا لكل واحد الرب اعتمنه على حاجة ومعرفة إنه يبسط للأبسط للناس اللي هي مش فاهمة وأعتقد ده جوزة من الخلال فيه ناس بيعتبروا إن الخدمة هي الكلمات الرنانة الكبيرة الصعبة لا أحدش يفهمها والمهم إنه أنا وصل الخدمة الحقيقية إنه أوصل لأبسط الناس أكبر الأمور العظيمة والرائعة في كلمة الله بأسلوب بسيط وإذا تبنينا هذا المنهج فيه ناس كتير جدا نستفيدوا تتنقل نقلة روحية محترمة أعتقد إنه تموساوس مع إنه شاب لكن عنده تقل روحي غير عادي والسر في اللي حضرتك أشرت لي أخو اسامة لما بيقول الكتاب متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن كلمة ربنا بتفرق كتير جدا حتى إني نقول كاتب المزمور أكثر من كل معلمية تعقلت أكثر من الشيوخ فطنت لأن شهاداتك هي لهج وبطرس الرسول يقول لنا عن دور كلمة الله اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به فاللي بيعمل تقل روحي للشخصية هي كلمة الله اللي تموساوس أعطاها الاهتمام منذ أن كان في الطفولين وأما الخرافات الدانسة العجائزية فارفضها هل في داخل المسيحية اليوم هناك خرافات دانسة عجائزية يبدو كتير كلام الكتاب بيقول كتير جيت منين دي أي حاجة مش مصدرها كلمة الله مش هتبقى غير خرافات دانسة عجائزية والبعض بيقول عجائزية يعني من ناس ما تسقفوش كان زمان العجائز ما بيروحوش مدارس وتحكي حكايات زي حكاية أم الغولة أو الحاجات اللي هي كلام عبط يعني هل أحيانا بيبقى جوة المسيحية النقية العظيمة في كلام يعني نأسف أننا نقول عنه كده أن خرافات دانسة عجائزية بكل أسف نعم وعلينا أن نتجنب عشان كده بيقول فارفضها ما نضعش وقتك في أنك تحاربها دي ما تستحقش الحرب لكن عليك أن ترفض كل شيء ليس مصدره هذا الكتاب العظيم هذا الكتاب كامل حيقول لنا في الرسالة التانية أن كتاب الله كله موح به من الله يجعل إنسان الله كاملا وليس بعدك كامل شيء جنب الكتاب أنا مش محتاج حاجة وجنب المسيح مش محتاج حد لو حطينا قانونين دول لجوار المسيح لا أحد لجوار الكتاب لا شيء أنا أعتقد كده هنبقى هي دي المسيحية الحق أرفض الخرافات وروض نفسك للتقوى يعني بيقدم لي حاجة الثلبية أو وصية الثلبية وتحريد إيه كيف ومن روض نفسك للتقوى إن كانت رود بتوشير إلى الرياضة لأنه بيقارن الرياضة الجثدية بالرياضة الروحية لكنها كمان بتفكرني بكلمة الترويد ومعنى كده إنه مش دايما أنا هل أروحي مبرمج على التقوى بل بالعكس أنا مبرمج على الحياذان عن الله مش مبرمج على الحياذان عن الشر لكن محتاج إني أروض روحي علشان أتبع تعاليم التقوى والحقيقة تيموساوس الأولى فيها تركيز كبير على التقوى وقدر أقول إنه الرسائل الرعاوية عموما تيموساوس الأولى وطيطس وتيموساوس التانية بيركزوا على ثلاث حاجات وكل رسالة فيهم بتركز على الثلاثة مع تنبير على حاجة أكتر من الثلاثة فالثلاثة بيركزوا على التقوى والشجاعة والأمانة لكن تيموساوس الأولى التنبير أكتر على التقوى فيطس التنبير أكتر على الشجاعة تيموساوس التانية التنبير أكتر على الأمانة بعد الخلاص اللي بيجي في لحظة كل شيء في المسيحية تدريب كل شيء في المسيحية تدريب يعني إن أنا أتعلم ورأة الكتاب المؤدس مش من يوم وليلة هلاقي روحي فهمه مش من يوم وليلة هلاقي روحي بقطع أشوات كبيرة فيه لازم اعلم نفسي ان انا بتدي بالقليل واكتر اكتر الصالة نفس القصة يقولك ما انا ما بعرفش اصلي صل لما تصلي النهاردة 3-4 دقايق بتتكلم في موضوعين 3 ده تدريب في حد ذاته انك تاخد اكتر من كده نفس حكاها بالنسبة للطق واللي كنا بنسمع عنها انا كمان بيرفت نظر ان الكلمة بالزبط يعني الكلمة بتاعة ترود نفسك دي هي الكلمة اللي بستعمل في كلمة الجيمنيزيوم وفي الجيمنيزيوم انا بفتكر انه الواحد اللي بيروح بياخد على برنامج تدريبي يبتدي يحمل عضلاته بالتدريج وبعد كده يشيل اكتر بعد كده يقضي وقت اكتر وهكذا وده نفس المنهج اللي عايزنا نمشي عليه في كل اموره عشان نجبر وانا بقولي الكلام ده عشان اشجع اللي بادين في الايمان والاخوة الشباب اللي بيشاهدونا انه مش مرة واحدة هتوصل بس عمرك ما تيقس لانه سلولي بطشور يعني تمشي على مهلك لكنها توزر اعرف احد قدام الرب كنت بخدم معاه هو في امريكا وكان هذا الخادم يحب الرياضة وكان يصحى الصبح بدري انا ابقى يعني متلزز بالنوم ابوصل الساعة خمسة الفجر قام واخد له ساعة جري وفي الحقيقة كنت لما ارجع اقول له انت يعني مش النوم احلى هيقول لي ابن جهت احلى احلى بس ده افيد للجسم ففعلا الرياضة متعبة فيها بذل فيها يعني تعب شوية لكن بتخلي الجسم صالح وارتقوى اعتقد كده يعني اسهل زي ما بيقول الاخ اسامة ان الواحد يسيب نفسه للجاذبية فحينحرف عن الله ويسير في الخطية لكن مش ده الافيض الافيض روض نفسك للتقوى يعني التقوى مش بتيجي بين يوم وليلة لكن هي حياة تدريجية بمعنى ان انا لما اعود نفسي امتنع عن الاشياء البسيطة هيجي لوقت واقول لا لكل الاشياء الكبيرة تعود تدريجي عدد تثعة الحقيقة ما يتفوتش قبل ما نثيب الفقرة صادقة هي الكلمة ومفتحقة كل قبول والحقيقة النهاردة بشوف ناس كتير بتشكك في فتق الكلمة وما بيبقاش عندهم القبول والاحترام لكلمة الله بيحطوا روحهم فوق الكلمة علشان ياخدوا ايه وما ياخدوش ايه ايه مرتبط دينا وايه مرتبط بالثقافة وايه مرتبط بالخلفية التاريخية والمجتمع وبينقوا من كلمة الله لكن كلمة الله كلها من اولها لاخرها صادقة وكلها من اولها لاخرها مقبولة لذا جميع المؤمنين عارفي الحق الضربة دي بدأت من اناس فاسد الذهن بعيدين كل البعد عن كلمة الله واحد الماني واحد فرنساوي اللي هي كارثة النقد الاعلى اللي عدد كبير النهاردة انجر فراها وكل دول حيده حساب لان الكلمة صادقة ومستحقة كل قبول بس انا عايزة ارجع قبل عدد تسعة التقوى لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة يعني موعد الحياة الحاضرة طبعا مش معنى ذلك ان يعني يا ربنا حيديني فيلا كبيرة ومرسيدس عظيمة وما موعد الحياة الحاضرة لا هعيش حياة رضية حياة في رضاه حياة انا مستمتع برضى ربنا علي واعتقد دي اثمن من اي شيء اخر ثم لها موعد الحياة العتيدة عندما تنتهي الحياة هنا اذا كنت تقي مش هتندم ابدا بالعكس اللي مش تقي هو اللي حيندم في الحياة الباقية على الكلام حضرتك يا خيس في التقوى بترتبط بالقناعة القناعة يعني الساتسفاكشن الداخلي واحد فما عندوش مشكلة هو الناس بتصرع ليه عايز وعايز 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 ومش واصل اللي هو عايزه وكل دنيته عايزين من لك كده لكن الاكتفاء بالله وبنظرة الله ليه امر عظيم كمان بالمقابلة لها موعد الحياة الحضرة والعتيدة عايز بس ألف تنظر لفكرة شخصيا بتبسطني يعني لما بيقول ان الرياضة الجسدية نفعة لقليل المسيحية مش واجع قلب يعني مش ييقول لك لا الرياضة دي بتاعت النافعة هي لقليل لقليل من ناحية ممكن تكون زمنيا اللي هي فترة الحياة لان نفعة لفترة الحياة او في ترجمات بتقول بعض الشيء لها حدود معينة لكن الكتاب ما عندوش مشكلة لا مع الرياضة ولا مع العلم ولا مع انك تخرج تتفسح ولا مع ان الحاجات دي كلها لان المسيحية مش نسك ولا زهد لكن المسيحية أولويات يعني بيقول الرياضة نفعة لقليل لكن الطقوة لازم يكون لا هي الأولوية هنا في القصة الطقوة مش بس نفعة لتقي نفسه لكن حتى لزريته وأولاده يعني يقول الكاتف المزمور لم أرى صديقا تخلي عنه ولا زرية له تلتمس خبزة وكاتب مزمور 128 لما يعدد بركات الرجل التقي يقول أيضا بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدة والتقي كمان مش بس بارك ناسه بارك الناس اللي هو حواليه اللي هو عاش في وسطيهم يعني يوسف كان سبب بركة البيت المصري يونان كان سبب غم لكل اللي في السفينة عن ربط الحياة عموما بكلمة صديقة هي الكلمة مستحقة كل قبول أقدر أشوف أن هذه الكلمة صديقة هي الكلمة مستحقة كل قبول جت في سيماساوث الأولى ثلاث مرات وفي كل مرة كان فيها ارتباط بالحياة المرة الأولى صديقة هي الكلمة مستحقة كل قبول أن يثوع المتحقد جاء إلى العالم ليخلص الخطات الذين أولهم أنا وهنا بشوف الحياة الجديدة صدقها هي الكلمة ومستحقة كل قبول إن ابتغى أحد الأثقفية فيشتهي عملا صالحا وهنا بشوف حياة الخدمة هنا بشوف حياة التقوى فإذن صدقها هي الكلمة الكلمة هي اللي عرفتنا طريق الحياة الحياة الجديدة وحياة الخدمة وحياة التقوى التدريب في الحياة المسيحية قد يبدو للوهلة الأولى أنه يوجد تعارض بين التدريب في الحياة المسيحية وبين القوة التي يمنحها لنا الله فيظن البعض أن قول بولوسى أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني تعني أن بولوسى ليس له أي دور في هذه القصة بل حصل على قوة من الله أهلته ليفعل كل شيء ولكن إذا دققنا في الآيات التي تسبق الآية المذكورة نفاجأ أن بولوسى كان يدرب نفسه وقد أخذ التدريب الجسدي كمثال في موضوع الأكل إذ يقول قد تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه أعرف أن أتضع وأعرف أيضاً أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص فهو كان يدرب جسده على الجوع وبعد هذا التدريب أخذ قوة من الله فقال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني فالله لا يعطينا القوة ونحن سلبيون ومن ناحية أخرى لن توجد يوماً قوة فينا من ذواتنا تؤهلنا للحياة الروحية والتدريب المسيحي لا يقتصر على التدريب الجسدي فقط بل يشمل التدريب على أمور روحية مثل التقوى مثل ما قال بولوس لتيمو ثاوس رود نفسك للتقوى والخضوع لله والضمير بلا عثرة وغيرها والتدريب هو أمر شخصي يفعله الشخص بمفرده يحتاج اكتهاداً ومثابرة واستمرارية يا ليتنا لا نهمل صحتنا الروحية بل نكتهد أن ندرب أنفسنا في حياة مسيحية ترضي الله وتمجده لأننا لهذا نتعب ونعير لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين أوصي بهذا وعلم الأقوال اللي اسمعناها لأننا لهذا نتعب ونعير بمعنى أن التقوى التي تجلب على المؤمن رضى الله تجلب عليه في الوقت ذاته تعيير الناس يعني أنا مش ممكن حرضي ربنا وحرضي الناس في آن لكن زي ما حضيك قلت من شوية الأولويات هل رضى الناس هو الأولوية؟ لا ما تعيش بالتقوى جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون ولهذا نتعب ونعير لكن إذا كان أولوياتك إنك الرب يرضى وليتك ترضى والأنام وغضابه أنا مش هممني غضب الناس ورضاهم طبعا لا أسعى إلى أن أدهئهم لكن أنا لا أسعى إلى إرضائهم لو كنت بعد أرد الناس فلست بعد عبدا للمسيح لأننا لهذا نتعب ونعير لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي قبل كده أو بعد كده حتكلمنا عن الأرمالة التي ألقت رجاءها بالتمام على الله جميل إن المؤمن يبقى عنده رجاء واحد وحيد هو الله الحي اللي بيسميه هنا حاجة جميلة أو هو مخلص جميع الناس ولا سيامة المؤمنين وهنا لازم نفهم كلمة الخلاص بالمفهوم بتاع رسالة مثاوس الأولى أو الرسائل الرعوية الذي ليس دائما يعني الخلاص الأبدي قد يعني الخلاص الأبدي في بعض الآيات لكن مثلا لما قرنا إن المرأة ستخلص بولادة الأولاد أو عند ولادة الأولاد ليس معنا ذلك إن اللي الست اللي تولد تروح السماء واللي ما تولدش ما شاء ما تخلصتش طبعا هذا لا يعني ذلك لأنه الخلاص من مخاطر آلام الولادة وبرضو هنا مخلص جميع الناس ولا سيامة المؤمنين زي ما بيقول في المزمور الناس والبهائم تخلص يا رب في مزمور ستة وتلاتين وأعتقد نشوف عواطف ربنا من جهة البهائم أيضا في سفر يونان أفلا أشفق أنا على المدينة العظيمة نينوى اللي فيها اتناشر ألف ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وكمان فيها بهائم كثيرة وكأن الله يهم البهائم بتاعت نينوى لأنه إله صالح وأعتقد بنطلع من الفكرة دي إن إلهنا إله صالح وعلينا إن أي فكر تاني يغير ذلك أن نحاربه ونرفضه فورا الإله القاسي المتكبر الجبار الظالم الماكر ده ما نعرفوش إطلاقا في الكتاب المقدس لكننا نعرف الله مصدر الصلاح والجود والحب والعطاء هذا هو قلب الجواد المعطاء أخي شوف بمناسبة اللي بيسعى الرضا الناس اللي طالب رضا الناس دي صفقة خسرة بكل المقيس أولا أن هم ما بيرضوش لأنهم ما عندهمش قناع سنين لأنهم بيتغيروا فاللي بيرضيني النهاردة يرضيني وقت تاني سالسة لأنهم بيتنوعوا فعندهم مبادئ كتير اللي بيعجبسين ما بيعجبش صاد لكن الله ما عندوش كل الكلام دوت هو يعني هو الكفاية وهو مكتفي بذاته ما عندوش أي نقص في أي شيء حاشة في نفس الوقت لا يتغير مبادئ سبته ووصاياه ليس ثقيلة فالصفقة الرابحة فعلا أننا أتبع خطة رضا الله كان طريق التقوى صحيح زي ما أشار الأخ يوسف مليء بالتعب والاضطهاد والضيق لكنه لا يخلب من الفرح بل بالعكس الواحد يبقى مليان بالسعادة وهو يتعب في هذا الطريق يقول لنا مثلا بوليس في رسالة روميا من أجلك نمات كل النهار حسبنا مثل غنم للزبح يقول في نفس الأصحاح مع المتاعب الكثيرة في الحياة لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا باللازق أحبان لكن من يعيش بدون التقوى ويتألم أكيد هيكون شخص في قمة البؤس يعني شمشون تألم بس ما كانش يتألم نظرا لتقوى لكن يوسف تألم وتألم نظرا لتقوى ما أبعد الفارق بين حالة يوسف وحالة شمشون ما فيش مفر من الألم بدرجة أو بأخرى في هذه الحياة تمام؟ لكن الحاجة اللي ورا الألم هي اللي بتحدد أنا تقبل لي يكون شكله ايه عشان كده الله عنده ابن وحيد بدون خطية وما عندهش أولاد بدون ألم تمام حتى لما جيه هو نفسه هنا بالضبط بتاعزوا لني بوترس قال إنه فيه نوعين من الألم عشان كده قال له ما تتألموش بالسكة الغلط وواحد من الأمثلة البسيطة اللي بنعتبرها تفهى ولا كمتداخل في شؤون غيره يعني الكسارخ دي احنا فهمينها بس يعني حالة انت بتلاقي روحك الفضول دخلك في حاجة كده حاجة بسيطة جيت حتى تتألم لكن إن كان كمسيح إلا يفتخر أشارت يا أخي يوثف إلى إله صالح وجواد كريم وطيب وعلشان كده المؤمنين بيضعوا كل ثقاتهم فيه عشان كده بيقول لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي يعني وضعنا كل ثقاتنا طالله لكن الجميل في إلهنا الطيب الجواد إنه مش بيخلص من وضعوا ثقاتهم فيه فقط لكن حتى من أنكروه ومن لم يعترفوا بوجوده هو يخلفهم من الأخطار اليومية فهو مخلص جميعنا وقد إيه دا يورينا إنه إلهنا إله الصالح إحنا بنضع ثقاتنا فيه لأننا عارفناه لكن حتى اللي معارفوهش هو ملذم بيهم لأنه خالقهم وأشرت كمان إلى إن الخلاص هنا خلاص من الأخطار فعلا كده لأنه بيقول ولا ثيامة المؤمنين الخلاص من الخطيئة ما فيهوش ولا ثيامة لأنه خلاص مثاوية عطية مثاوية لكن مش معنى كده برضو إنه الخلاص مش مقدم لجميع الناس الخلاص من الخطيئة مقدم لجميع الناس علشان كده في طيطس يقول ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس لكنها معلمة إيانا إحنا اللي قبلنا الخلاص أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ألقينا رجاءنا على الله الحي بذا أخد فكري إلى واحد في منتهى النبل والشهامة والجدعانة والغنى والسلطان والنفوذ اللي هو يوسف اللي قال لإخواته أنا أعولكم وأولادكم بس يوسف مش هو الحي لأن يوسف بعدها سطرين في سفر التكوين خمسين قال لإخواته أنا أموت ولكن الله سيفتقدهم يعني كانوا عايزوا يقولهم الله الحي الذي لا يموت حيتولاكم فلو أنا اتكلت عن أعلى أعظم شخصية عنده غنى وعنده جدعانة وعنده شهامة وعنده نفوذ بس أنا مش ضمنه لأنه ممكن بكرة ما لاقيهوش لكن ألقينا رجاءنا على الله الحي إنبارح واليوم وبكرة الجاي دايما معايا يبقى يا بختي دي حاجة يعلمها له أبوه على فكرة يا أخي يوسف يعني يعقوب في خطابه النهائي وهو بيقولهوله قال له برضو أنا أموت لكن الله هيفتقدكم فكأنه أروح حاجة ممكن نعلمها لولدنا إنهم يحسوا وشوفوا فينا إزاي إن إحنا شايفين إن الله حي والمرساة دي وأنا بيقول ألقينا رجاء نعمل زي ما يكون مرساة احنا رميناها على صخرة قوية جدا اسمها إن الله حي وإن الله صالح لأنه مخلص جميع الناس أو بالترجم في حيثة تانية منقذ أو حافظ جميع الناس سواء بيحبوها أو بيحبوش معرفوش أو بيعرفوش طبيعة الصالحة بتخليها تام بكل الخلاق بتاعته فالله حي والله صالح ضمنين لا يمكن أن نتزعزع بعدهم أوصي بهذا وعلم مهمة قوي إن مش بس نرفض الخرافات الدانسة لكن نعلم التعليم الصحية وعايز أقول على الخادم إذا أن يوازن ما أصرفش وقت كتير في رفض الخرافات فالخرافات أرفضها وما ضيعش وقت لكن أضيع إذا جاز أم أقول أصرف وقتي في إيه أوصي بهذا وعلم في فرق بين المؤمن العادي وبين خادم ربنا هل في حد بالشكل ده في الزمن ده يعني ممكن يكون شخص قيادة ويتسبب أن ينصب في خاخ شعب الرب طبعا من سمات الكائن الحي التقدم باستمرار عزيز المشاهد القائد الإنجليزي الشهير الفيلد مونتو جومري قال لهيئة أركان حربه أيها السادة إني أقرأ الكتاب كل يوم وأدعوكم لتقرأوا الكتاب المقدس كل يوم وأنا أيضا أضم صوتي مع هذا القائد الإنجليزي الشهير بل مع معلم المعلمين الذي قال لليهود في يومه فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدي وهي التي تشهد ليه برنامج فحصين الكتب فيه ندرس هذا الكتاب العظيم كتاب الكتب الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر